دوار عنق جمل بالجماعة الحضارية لسلى صباح اليوم حيث قامت السلطات العمومية بعملية هدم بناءات عشوائية العملية تندرج في إطار محاربة البناء العشوائي الذي يسيء للمجال العمراني للمنطقة الملاحظ والخطير في الأمر أن هذا البناء العشوائي اللي حصل الآن كاللحظة على أن الربط بالكهرباء قائم في السكان الموجود فكيف يؤقل أن البلدية اللي رخصت لهذه الناس أو بطريقة كيف مكنت وربطولهم بالكهرباء والناس ساكنة مسلفين ما علينا مسلفين ما عندنا اللي خدام علينا غيحنا نحن ما كنا نعيش وراقيين ومتعين ومعيشش لا ويدان حرين التحزم كينا عندنا إنما بنادم يخليه تايف بني وعادي جي وريبوله راح شوما في عين المكان وبمقر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق جرت لقاءات قبل مباشرة عملية الهدم حيث أبلغت الساكنة أن تصميم إعادة الهيكل سيُعرض عليهم في بداية شهر مارس المقبل من اللي قالوا غادي أعطوهم البلدية دفعت ورق ديالي قالوا يا صوري لكارت وصوري للملكية ودفعناها لهم هبطناها الوجهة من اللي هبطناها الوجهة قالوا لنا يالله ده بخير جوه سينه إذا بغيت تبنيه سينه الله عام يكن تبنيه هاي وغادي أعطوكم البلدية شي بلدية ما كاين شيء الإشكال اللي يمطرح هو أن هذه المنطقة بفعلا أنها شديدة الإنحضار فهي كتشكل خطر كبير جدا على الضوار اللي كين التحت لي هو قائم لإعادة الهيكلة دياله لأشغل فيها متقدمة جدا والمقترحة الأولية وجناها وكنشوفوها مع الساكنة ديال الضوار فبالتالي كلا بد من وضع حد لهذه الظاهرة خاصة أنه الناس ما كي منيوش ترح ترام قواعد ديال البناء العادية هذه بلاد ديال الحق والقانون والقانون هو فوق الجامع فأي عملية كيك تعرفوا أي عملية غير قانونية لازم تسدولها كسلطة محلية ساكنة الحي تفهمت الإجراء والتزمت بعدم الاستمرار في البناء العشوائي لكن بعض المضاربين العقاريين السريين تمدوا في تحريض بعض السكان غير المنتمين أصلا لهذا الحي على عملية البناء غير القانونية ليتم إشعار السلطات القضائية في شأن هؤلاء المضاربين لفتح تحقيق قضائي في الموضوع